كلمة الرئيس الصيني شي جيم بينغ التي يلقاها في منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي بدورته الخامسة والعشرين حملت من المظامين ما جعلها محطة ثمين لا سيما تلك النقاط التي تتعلق بتعزيز توجهات العالم الاقتصادية والحفاظ على سبل التنمية العالمية عبر تسخير التكنولوجيا والابتكار كلمة الرئيس الصيني شي باحتبار أن العالم اليوم بأزمات ولا سيما الأزمات المناخية تحت هذا التأثير القوي الذي العكس سلبا على واقع العالم لذلك هو دعا إلى ضرورة الحفاظ على التنمية العالمية وكذلك على التكنولوجيا في تطور الإنسان وازدهاره وليس العكس الرئيس الصيني كلمته كانت حقيقة رسالة اطمئنان للعالم الصيني اليوم تلعب دور رئيسي جدا وبارز وهي تتقدم حقيقة عسكريا وسياسيا واقتصاديا نتيجة الفكر المنفتح خلال نحو مئة عام لم يواجه العالم مثل هذه التغيرات والتحديات التي يواجهها اليوم تعزيز الارتباطية الناعمة لسياسات التنمية والقواعد والمعايير الدولية وفق كلمة الرئيس شي مثلت التفاتة خصوصا وأنها اقترنت برفض محاولات فك الارتباط الاقتصادي وتعطيل الامدادات والعقوبات الوحادية وسط الدعوة للحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والامداد العالمية وإيجاد الحلول لأزمات الغذاء والطاقة وركز على خلق الظروف الملائمة لنمو الاقتصاديات في العالم وأكد على عملية الارتباطات الناعمة بما يعني بأنه يجب هناك تكون علاقات ما بين الدول العالم على مستوى القاري على مستوى الاقليمي على مستوى الدولي هذه الارتباطات الناعمة هي التي ستخلق الابتكارات وتخلق النمو الاقتصادي والرفاه الاقتصادي للشعوب مشاركة نحو 140 دولة في منتدى ساند بطرسبرغ وتوقيع مئات الاتفاقيات فضلا عن وصول مبالغ العقود الموقعة لأكثر من 5 تريليون روبل كلها رسائل وفقرؤا تحليلية تؤكد أن عهد الأحادية القطبية في الاقتصاد العالمي قد انتهى متبنيات الرئيس شيء التي أطلقها خلال مناسبات عدة آخرها منتدى ساند بطرسبرغ الاقتصادي لاقت إشادة أوصات بحثية وسياسية عراقية لكونها ترتكز على تأمين متطلبات التنمية العالمية وكذلك الدفع بعجلة العالم الاقتصادية مع منح كافة البلدان الحق في اختيار مسارات التنمية التي تتناسب وظروفها الوطنية من بغداد محمد حميد CGTN العربية